الحقيقة الوحدة بقت محترى بكاد اللي بيحصل ده كتير في العالم ليه؟ علشان لالة عبداللطيف بتقول كلام وبيحصل البحث الهولندي بيقول كلام وبيحصري بيدنا أنا مش هارفة نام بيد أنتو كمان اكتبوا لي إذا كان الموضوع ده شغل لكم ولا لا لأن بالفعل التوقعات اللي بيقولوها يعني أنا مستغربة أنا متأكدة أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولكن أنا بقول لحضراتكم الناس دي إزاي بتعرف الحاجات دي ناس كتير في تقول دي مخططات دي مسؤونية دي أجندة وبيقروها كل الكلام ده كل ناس تعرضناه قبل كده ولكن أنا بقول لحضراتكم الناس دي بتعرف إزاي الحاجات المناخية بقى أنا مش عارفة تعال أقول لكم إيه اللي حصل ولكن قبل ما نبدأ لو أنت لسه أول مرة بتشوفني أنا أختك مونة من قناة مساء الأخبار اتنين اللي حضرتك عليها دي الزرقة في قناة تانية اسمها مساء الأخبار باللون الأحمر دي موجود عليها 749 ألف مشترك بتاعة أختي مريم والأستاذ مازل بتتكلم فيها عن موضوعات مختلفة يلا نبدأ علشان ما نطولش في المقدمات وتحيات المتابعين وبشكركم على الكلام الجميل وبطلب من كل من ينشاهد هذا الفيديو لو سمحتم اكتبوا لي في التعليقات لا يعلم الغيب إلا الله بعد تحذير العالم العالم الهران دي بقى بيقول إيه زلزال بيضرب أربع دول بالبحرين الأحمر والمتوسط وده اللي حصل على مدر الأربعة وعشرين ساعة اللي فاتت أستاذ مازل هعمل فيديو على قناة مساء الأخبار الحمرة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها فيها تقرير عن الزلازل بالتفصيل ولكن احنا هنا بنستعرض البحث الولندي بقى بحث في إيه جديد طيب العالم شهد العديد من ضربات زلزالية قوية يعني منهم أربع دول وفي دول عربية وأوروبية والجدير بالذكر يعني أو اللي يستهل يعني أقول لحضراتكم إن حصل في البحر الأحمر والمتوسط اللي اتنين حصل في السودان السعودية وأيضا إيطاليا ضرب زلزال في إيطاليا أربع درجات على مقياس ريختر في مدينة اسمها كامبي وده قريبا من نابلي ودرجة ريختر بتاعته كانت قوية ده يدن الأمك بتاعه كان أربعة كيلوبيتر من سطح الأرض وضرب الزلزال المدينة الأكبر في إيطاليا وبتقع في بركان في زوف الشهير والأستاذ مازن كان شرح عن هذا البركان قبل كده في القناة التانية والسودان حصل فيها أو الزلزال اللي حصل فيها أربعة فاصل تسعة طبعا السودان مش نقصة يعني من مشاكل وحروب وحاجات زي كده لكن سبحانك ربي هو أكيد دي حكمة في ده وناس كتير بتقول إن الحاجات دي مفتعلة يعني هل هي السودان نقصة؟ لو هي مفتعلة هي السودان نقصة حاجة زي كده؟ في مدينة اسمها بورتو سودان السوداني الوقاعة البحر الأحمر ويبعد بساعة قليلة من شرع البلاد طبعا شدته كانت أربعة فاصل تسعة وده هزة أضاية قوية أما المملكة العربية السعودية كان على بعد 245 كيلو من مكة المكرمة وإخواتي اللي موجودين في السعودية إخواتي الحقيقين بأقه لكم التحية والحب الأشقاء وسناء وألفت اللي موجودين في السعودية وأقه لهم التحية بيدعموني كتير طيب قالت إيه كمان هيئة المساحة الجيروجية السعودية على موقع يعني الهواء الخاص بهذه الأشياء موقعها الإلكتروني أنا ما حطت رصد الزلازن سجلت زنزال بقوت كام 4.7 في وسط البحر الأحمر حيث يابعون 161 كيلو متر غرب محافظة الليث التابعة دي منتقيت مكة وجل فيها ألفة أختي طيب وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والشبكة المصرية الكومية فإن هزة أرضية خفيفة شعر بها مدينة الغرداء في مصر المطلع البحر الأحمر ده ما سجلش أي هزات هما قالوا كده بس وده حسب موقع الوطن عشان بس الناس بتقول لي الناس انت جايبها منين الكلام ده وانا ممكن الناس تقولي انا موضة في الغرداء وانا عارفة الناس دي بي او الستات دي زعب بتقولي انا موضة أخلي في الغرداء وما حصلش حل انت بيجيبي كلام ده منين لا دخلي وما نسيرش موقع الوطن وكتبي زلزال وشوفي بنفس هو اللي كانت مصر في الغرداء والسودان والسعودية وإيطانيا طيب مفاجع المياه بقى خبير بيفسر سبب الزلز المتكررة في البحر الأحمر والتقرير ده تابعونا على القناة التانية لأنه هيبقى بالفعل فيه شيء من الأشياء اللي تستاهل ان انتوا تسمعوا وعن وحش البحر المتواصل خبير ملاخ أيضا بيقول عن بركان كولومبو وده اللي يكلمكم عليه الأستاذ مازن من كمسة طب العالم الولندي أو البحث الولندي اعلقته بهذا الموضوع اللي يزال هذا العالم الولندي فرانك هوجر بيتسبي يتصدر اسمه محركات البحث يعني من وقت للتاني كده بنشوف له كلام كتير وتصريحات على منصة اكس وعلى قناواته ولكن الراجل ده غريب شوية بسبب توقعته حاجات بيقولها صحة وحاجات بيقولها حتى نبقى حاول حدوث الزلازل وتعرض بعض البلدر لهزات أرضية ما بين المتوسطة والكوية هل الراجل ده طالع بعلم جديد يعني احنا نعشنا الموضوع ده بكده لكن سبحانك ربي علامة زلازل فرانكو وربيتسبي شفيرك دلال من مرة تانية بتحذيرات مخيف حول بعض البلدان وكانت في أثر ظهور له مقطع على القناة الرسمية المؤسسة البحثة اللي هو عملها SSGEO واللي هي Survey of salary system و جيومتر اللي بتقوم على مراقبة هندسة الأجرام السماية وعلى كتب النشاط الزلزالي وراجل ده عمل حاجة من مفيش كده يعني مرة واحدة تلق لنا بيها ولعيقة دي قبل وما كناش عارفين عنها اي حاجة خد يتسبب في زنزال او في حدوث هذا الزلزال او حاجة يعني فيعني الناس دي لحد امتى هترعب بالموضوع لحد كده احنا مش عارفين مجد تعرضت بعض المناطق وحتى الساعة الماضية يعني زنزال ايضا في المكسيك وزنزال غرب تيكسس الامريكية وفي الأخت فاطمة بعتت لي من تيكسس وبشكرها على دعمها برضو القناة مثال اخبار بتدعمنا كتير جدا من تيكسس وكانت عايشة في فايفا والآن وناس كتير برضو من المكسيك كتبت لنا بس احنا يعني ما بنتكلمش مكسيك وهم بيتكلموا قريب شو أمل اسباني فأختي مارين بتعرف اسباني كويس انا فرانساوي او عربي او انجليش وكتبونا بس وحنا بنترجم كل حد فالناس عندها حالة من قلق خلصوا ان الازلزالة المكسيك ده وصلت درجته لأربعة فاصل ثمسة فاصل اربعة عفوا وكانت الناس خايفة كمان كان فيه سنسلة كبيرة من الهزات يعني هذا الموضوع يعني اللي حصل بخلي الناس في حالة قلق وراب وكل شوية يطلع بأماكن جديدة والغريب والعجيب انه بعض الأماكن اللي بيقولها بتحصل فيعني سبحانك يا ربي ايه اللي احنا عارفينه او ايه اللي احنا المنادم لو اعرف بيعرف حاجات بسيطة جدا لكن الراجل ده غريب بصراحة ليخلي اني انا مش عارف انام بعضها حس ان انا شايفاه وبيقول لنا حاجات كده غريبة وعجيب فان شاء الله لا يحدث إلا خير لكل الناس بشكركم عن متابعة كانت معكم واختكم مانا من كانت نساء الأخبار اتنين وان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات تانية في القامل الجديدة وديكم شايفين زلزال مرة في البحر متوسط زلزال مرة في البحر الأحمر ولكن احنا بنقول انه لا يعلم الغيب إلا الله وايضا نتمنى الخير والسلامة لكل سكان البحر الأحمر والبحر متوسط للعالم كل شكرا لكم ما تنسوش لايك للفيديو واملوا اشتراك مجانا من الزرار الأحمر مكتوب على اشتراك او سابسكرايب واملوا مساركة للفيديوهات بتاعتي يا جماعة عشان توصل لكل الناس ودعموني دعمكم ده بيؤثر فيه نفسي بجد بيؤثر فيه نفسي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته